والله أجايب لكم مقطع اليوم هو سطوري سطوري يا أخوان سيعجبكم سأقول لكم شغلي قبل ما نبدأ في المقطع أنا مضغوط جداً، لماذا؟ لأنه أنا صورت مقطع مدت تقريباً نص ساعة عن هذا المطعم خلصت أنهيت المقطع رجعت منتج وجدت أن أنا قاعد أتكلم في مكان وصوتي في مكان فيه تقطيع رهيب قاعد يصيره صوتي متضخم، صوتي عبارة عن عملاك فيه حاجة يخب، المايك اليوم لا أعرف ما أقول لكم، لكن أنا منت أنا منت، أنا قاعد أصور لكم هذا المقطع مرة ثانية نفس الأكل مرة ثانية فأنا ممكن ما لا أعرف كيف أقول لكم، أنا مضغوط مجهور مجهور والله لكن الفكرة تستحق بصراحة مقطع اليوم، ندخل في المقطع مطعم مبهر موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 طعمه طيب ورهيب فكرة جديدة اخوانا انا قاعد اغيب عشان اجولكم افكار بس رغم التفاعل الضعيف صح ان لا تنسوا ان اعطوني لايك الان اعطوني لايك الان اشتركوا في القناة واذا لديكم افكار اكتبوا واذا لديكم افكار انا ادور على افكار هذه هذا المطعم اول مطعم السعودية فعلا يسوي اندومي اول مطعم بالسعودية مكانه بجدة اكتب انبهر يطلع لك ممم يعني رغم انه الاندومي ولا انه انه ان بهت�� هو استقالidden بسعودية لانهصرف المطعم فكر فكرته اسطورية فكرا جدا انه يسوي اندومي بنكهات اعني مطبوق ا flee美國 باللحم صاحب الوبالعج هذا اللحم بس واحدة بس inefficient واحدة 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 صغيرة يعني اللحم قيمته ثمانية من عشرة سطوري يستحق التجربة بس تشعره ممسكر فهو ممسكر اظن انه صوية سوس يمكن صوية سوس اللي فيها طعم حلو انا ما بحب اللي حلو بس اطلبه كبان مرة عادي وااكله وانا مبسوط شوفوا البوكس كيف شوفوا البوكس يا اخوان شغل لانك تقعد تشوف فيلم وتشرب كاسة بيبسي وتاكل ولما تخلص تمسحها وتضع فيها في الشعار اللو ايش قاعد تقول يا اللو ايش انا بدأت تخبص هذا اللي هو هذا اللي هو هذا اللي هو جنبري اندومي بالجنبري شوفوا باللكريمة بالجنبري وبالبصل وبالملفوف وبالفلفل اللي ملون تقولي بسم الله ها 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 الرقب هذا سطوري والله هذا سطوري للمحبين الأشياء اللي يسمع الجنبري والكريمة مع اطلبه سطوري والله هم 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 فكرة بسيطة بس تنفيذها احترافي هم تنفيذ الفكرة احترافي هذا اللي هو الدجاج كميته كبيرة كميته كبيرة هذا الدجاج اين الدجاج دقيقة دقيقة. بدنا الدجاج عشان يعني يكون برضو النكهة مضبوطة صح ولا لا. ما راضي تطلع يا اخوان. تات فشلين هاي طلعت طلعت طلعت. يا اخوان انتم عارفين انه انا من اول ما بدأت القناة ما عندي تطبيل ولا عندي مجاملة. الحاجة اللي انا تعجبني شخصيا اقول عنها طيبة جربوها. فبالنسبة لي يعني هجربو كمان مرة بصراحة. هطلب منه يعني. لو سخنتوا شوي بي الميكرويف. هيتلاع شطولي. انا ايش اكثر واحد عجبني. صراحة القنبري. جدا 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 جدا. عجبني القنبري. انت عارفين المقطع اللي قبله. قلت عجبني الدجاج. وبالبداية قلت عجبني اللحم. صراحة كله طيب. كله كله عجبني. بس يمكن الدجاج لانه برد معي. انا سميت مليون مرة خائف الشيطان يأكل معي. البك السبعه حلو جدا. بسيط. بس حلو. مكان المحل. رح اكتب لكم يا بالوصف. المحل صغير. بس ما شاء الله عليه حركة جدا كبيرة. زحمة جدا. بس انه بتمش بسرعة. يعني في كمية ما شاء الله تبارك الله في كمية موظفين قاعدين يمش بسرعة. انا مالحق ترفع الجوال اصور. قل لي كم رقمك بكل رقمي. قل لي انت حتأخرنا انت. انا اللي حتأخرهم. فبمش بسرعة. خدمة ممتازة. طعم ممتازة. فكرة جدا حلوة. اتوقع انه ما في حد في السعودية ما يحب الاندومي ولا ولا ما يأكل الاندومي. بس هذا المقطع بسيط. ممكن تكون مدة كمان مدة بسيطة. ومدة قصيرة. عشان انا تعبان. انا صورت المقطع. نفس هذا المقطع يا اخوان. نفس هذا المقطع قبل ساعتين. تقريبا صورت نص ساعة. مقطع الصوري كان الصوري. زيطة منتج فيه. لقيت الدنيا خربانة. كلها خربانة. الدنيا كلها خربت. قلت لازم اصور لكم هاد الفكرة. ولا انا كان كنسلته والله. بس انا اسبوع تقريبا سبع ايام ثمان ايام ما نزلت ولا مقطع. وقاعد استنى اروح على هذا المطعم. وروحت له مرتين. زيح ما رجعت. ما قدرت ادخل. ولا في مواقف كان وقتها. يعني ما شاء الله وقت الافتتاح كان جدا ضغط. فانتظرت لليوم وروحت اشتريت. ولما اشتريت المقطع قرب. انا عرقت. فبس هاد الفكرة جديدة جدا عاجباني انا الفكرة عجبتني وحبيت اني اسويها عشان انتم كمان تشوفوها وتروحوا وتجربوا. جربوا المطعم وتكتبوا لي رأيكم فيه. وغيرها اتفاعلوا جدا قليل. فحاولوا تكتبوا لي كومنت وتعملوا لايك على المقطع. وتكتبوا لي افكار جديدة ومطعم جديدة عشان اروح اجربها. لان انا بنبسط لما اجرب اماكن غريبة وجديدة زي اعضا المطعم مثلا. فبس دقيقة نقفلهم مع بعض. في حق المقطع اللي يجي الجاي. فبس دقيقة نقاطع جديدة. لستعطونا عقوة لايك وشاركوا في القناة وتفعل اجراء تمبات عشان نبسط لكم قليل جديدة. سلام. الكاميرا بعيدة يا اخوان الكاميرا بعيدة تعالوا معنا.